واحدة من أحدث شاشات سامسونج بحجم ضخم وأيضاً خصائص صوتية مضافة فيها رائعة ريموت ينشحن بالإضاءة أيضاً دعم لمختلف أجهزة الألعاب نمط لعب خاص أعرفكم على هذه الأمور وأشياء تمنيتها تكون موجودة في هذه الشاشة ولكن أكيد أعرفكم على نقاط تساعدكم في اختيار الشاشة الأفضل لكم الساوند بار لديه ميزة مرة رائعة سنأتي لها إن شاء الله ولكن أولاً دعني أبدأ بالسامسونج نيو QLED QN900C وهذه نسخة الـ 85 إنش نتكلم على شاشة استثمار عالي جداً مالي ولكن نعرف هالاستثمار يأتي مع الكثير من التقنيات والخصائص أولها أبدأ بتصميم الـ Infinity Screen يعطي حواف أقل مقارنة بشاشات الليد ونعرف أن هذه الحواف تجعل الصورة كأنها تطفو بإطار مطلي باللون الأسود من التايتانيو ولا يفتحة صغيرة لكي تساعد في إخراج الصوت والتبريج الشاشة تأتي بقاعدة معدنية في المنتصف مع الجهاز لكل الوصلات تقنية One Connect الجهاز هذا كان روسيفر خارجي وكل شيء يتوصلوا عليه وبالتالي لا يحدث لكم تذهب وراء الشاشة كثيراً هنا كابل One Connect يوجد نسخة أطول منه وبالتالي تستطيع أن تضع الجهاز في مكان آخر عن الشاشة دعونا نذهب للتقنيات الشاشة تأتي بدقة 8K وتعطي بيكسلات أكثر بفارق أربع مرات المفروض من 4K فنية وهذا الشيء يكون ملحوظ مع دعم تقنيات 8K من البداية الفيديو دعونا أوضح عندما نتحدث عن ترقية نفس المحتوى سنعرف أن الترقية تكون موجودة مثل الدرج يعني لا يمكنك أن تنطر أربع عتبات مع بعض إذا كانت الدقة حق الصورة التي لديك 720 أو HD لا تتوقع أنها تظهر 8K فهنا نعرف أن 4K يصبح 8K Full HD يصبح 4K بقدرات عالية للذكاء الإصطناعي ولكن أيضاً، إذا وجدوا أن الصورة أصلاً 4K ستلاحظوا الجودة جميلة مثل اللقطات التي ترونها الشاشة تدعم تقنيات كوانتوم ميتريكس تكنولوجي برو وهذه تستخدم في إضاءة الميني LED وتضيف نقاط إضاءة أكثر بواحد ونصف مع تقنية الكوانتوم ميتريكس الأساسية لإعطاء مليارات الألوان مع إعطاء تباين عالي في الصورة فتجدوا أن الصورة بالفعل كانت حقيقية ومرة رائقة الشاشة تدعم لوحة VA والتي تعطي عمق سواد وتباين عالي في الصورة تم تعزيز معدل السطوع فيها وهذا لأنها تستخدم إضاءة الميني LED بعد التجربة الشاشة أعطت جودة صورة جميلة وممتازة والتباين كان عالي والسطوع في المشاهد المظلمة كمان عالي تسريب الإضاءة غير ملاحظ إلا بالتدقيق العالي ويعتبر هذا الموضوع طبيعي وجملاً أداء الشاشة ما راح يخيبكم الشاشة تمتلك معالج نيورال كوانتوم بروسيسور 8K الجديد والذكاء الإصطناعي يعطي أفضل جودة للمحتوى لتناسب دقة 8K هنا نأتي لحركات الترقية التي تحدث في المحتوى وستلاحظوا أن كلما أعطيت الشاشة أكثر من ناحية الجودة، كلما النتيجة على الشاشة ستكون مبهرة بفضل المعالج، لديكم صوتيات Dolby Atomos، ولكن لا يدعم Dolby Vigil هنا يجب أن نلاحظ هذه النقطة أيضاً لديكم تجربة تحسين للسمارت هب في هذه الشاشة وأتكلم لها بعد قليل الشاشة تدعم تقنية New Quantum HDR 8K Pro وتعطي نطاق عالي في التباين، وهذا يعطي تفاصيل عالية في جودة محتوى HDR مع تجربتنا في المشاهد المظلمة أيضاً من مزايا الشاشة من نوع Anti Reflection، فإنعكاساتها تكون أقل بكثير وهذا يعطي رؤية أفضل، بالذات عندما يكون لديكم إضاءة في السقف، يمكن أن تنعكس برؤيتها وهنا نعرف أن هناك دعم لReal Depth Enhancer Pro في أمق جيد ودعم لراحة العين، فنمط راحة العين والأي كومفورت موجود لديكم أيضاً شاشة معتمدة بين Pantone على أساس الألوان والطيف الشاشة تدعم Motion Accelerator Turbo Plus والذي يساعد في إعطاء الألعاب نعومة وسلاسة أعلى وأيضاً في محتوى الأفلاق، يعني تستطيع أن تصل إلى 120 هرتز بدقة 4K بالنعومة أيضاً الشاشة تدعم منافذ HDMI 2.1 بكل المنافذ وتدعم دقة 4K إلى تردد 120 هرتز، فهنا نعرف أن المنفذ 4K إلى تردد 120 هرتز باستخدام الكابل الصحيح ترى الكابل الصحيح له دور مهم يا جماعة، هذا الكابل صحيح ممتاز هذا الكابل تلاحظه بشكل مرة قديمة وتشعروا أنه أصلاً ما هو الشيء الصحيح هنا نعرف أن الكابل تستطيع تعرفه من الكتاب الذي عليها وإصدار الـ HDMI الشاشة أيضاً تدعم ميزة ALM التي تتعرف على جهاز الألعاب تلقائياً كـ PlayStation 5 أو Xbox Series X وفي نفس الوقت تقفل عمليات معالجة الصورة لتأخر عليكم الاستجابة ويكون الاستجابة في الألعاب جيدة هناك دعم لتقنية VRR وأريكم التجربة بعد قليل وهناك تقنية FreeSync Premium Pro تتخلص من التقطيع والتعرجات في الألعاب من خلال ضبط معدل التحديث مع الإطارات وتحسين الاستجابة هنا تستفيد منها بالألعاب التي فيها Online Gameplay على الـ Net يوجد أحيان تقطيعات، هذه التقنية تساعد في الضبط الموضوع بالتجربة وهي ناجي للتجربة والـ PlayStation 5 على طول مع الكيبل الصحيح 120 هرتز ودقة 4K واستفدنا من الأشياء التي في الشاشة حيث سنحصل على تجربة أفضل وتقنية VRR كانت مفاعلة وتجربنا الـ Xbox Series X وعطت تجربة ممتازة من ناحية الجودة والنتيجة للشاشة الشاشة تعتمد على نظام تايزن من سامسونج هذا النظام سهل وبسيط في الاستخدام يدعم إمكانيات تقسيم الشاشة بنوافذ متعددة وتلاحظوا أنه مع التحديثات يأتي تغييرها تقدروا تعدلوا من الترتيب والخلفيات والإستاكات هناك نمط يجعل الشاشة كأنها بالرواز ويضع لكم مجموعة من الصور لا تؤذي الشاشة وتتغير بشكل رائع وأيضاً دعم لميزة سامسونج سمارت هب فتصبح الشاشة كأنها نافذة لكل الأشياء الذكية حق سامسونج وغيرها المدعومة في مكان واحد وهذا لوحة التحكم كبيرة تظهر لكم كل شيء الشاشة تدعم تقنيات ربط الأجهزة مثل AirPlay وأيضاً تقدروا تعرضوا شاشات الأندرويد وتقدروا تعرضوا أجهزة مختلفة للكمبيوتر مثل أبل أو مايكروسوفت وتقدروا ترى مختلف الخصائص الموجودة لربط الأجهزة وهنا سنلاحظ شيء مره رائع أيضاً الشبكة تتعرف عليها الشاشة إذا كنتم شابكينها على شبكة واي فاي فيها محتوى تتفرج على المحتوى منه أو حتى من خلال الكابل وسأأتيكم لنصيحة رائعة بعد قليل ريموت الشاشة رائع وبسيط وهناك خصائص جميلة منها خاصية الوصول السريع لتطبيقات مشاهدة المحتوى منها ميزة الريموت الواحد بحيث أن عندما تشبكوا أجهزة مختلفة تستطيعوا تبرمجوا هذه الأجهزة على هذا الريموت فلا تحتاجوا مع الشاشة لريموت واحد أيضاً وجود لوحة الشحن التي تستفيد من إضاءة الغرفة لتشحن نفسها ليس فقط إضاءة الشمس، لا، حتى إضاءة الغرفة تستفيد ولكن دائماً نجد الريموت مقلوب لتستفيد وأيضاً هناك منفذ USB Type-C والذي يشحن شحنة سريعة وأأتي أيضاً للصوتيات فنتحدث عن أداء من نفس السماعات التي في الشاشة 90 واط وقنوات 6.2.4 من ناحية الأداء والتويتر والسبوفر هنا أتحدث عن شيء رائع إذا استخدموا ساوند بار خارجي اللي سأتحدث عنه بعد قليل ولكن إذا ربطوا الساوند بار بخاصية السيمفني مع نفس الشاشة سترى سماعات الشاشة وسماعات الساوند بار يعمل مع بعض ويعطيكم مزايا مرة رائعة وخصائص في الصوت جداً كويسة مثل ميزة OTS التي تحلل المشهد وتتبع الأجسام الموجودة وتعكس مكانهم في الصوت في الصوت من الشاشة نفسها ويصير الصوت يتحرك مع هذه الأجسام حسب مكانهم في الشاشة من اليمين لليسار أو من فوق لتحت مثلاً وهذا مثال أمامكم بين السيارة اللي جاية من الجهة اليسرى العليا ورايحة للجهة اليمنى اللي تحت وهذه الميزة تستفيدوا معها مع الساوند بار الذي مدعوم أيضاً بنفس هذه الميزة الميزة V موجودة في موديلات من إصدار عام 2020 إلى هذه السنة وأكيد إن شاء الله ما بعد الشاشة تدعم دولبي أتمس كصوتيات والتقنيات فيها كثيرة وتساعدكم في توزيع أفضل للصوت في الغرفة بعد التجربة كانت الصوتيات أداءها مرة رائق وهنا أعرف أن الصوت الجهير أداءه مرضي وبشكل عام لا تخيبكم الصوتيات على هذه الشاشة الشاشة تدعم تقنية البلوتوث 5.2 والواي فاي 6 ومن ناحية المنافذ فعندكم أربع منافذ HDMI 2.1 ثلاث منافذ USB Type-A منفذ شبكة ومن خلال هذه المنفذ نصيحة يا جماعة اشبكوها على الراوتر بشكل مباشر تلاحظوا أن الشاشة تقدر تجلب لكم محتوى بدقة أعلى وأفضل على حسب قوة النت عندكم بدون الاعتماد على الواي فاي ومنفذ صوتيات Optical Out الشاشة من ناحية إيجابياتها أنها استثمار عالي وتعيش لسنوات بإذن الله خاصة مع الضمان الذي يأتي معها وهنا نعرف أنه تدعم الصوتيات والمرئيات بشكل جداً رائق تمنيت لو الشاشة تدعم Dolby Vision ولكن بالفعل مع منظومة سامسونج بتعطيكم خيارات رائعة تخيلوا أن تشبكوا سماعات سامسونج عليها وتتفرجوا على المحتوى من الشاشة ولكن تسمعوا من سماعاتكم تخيلوا أن تشبكوا جوالكم عليها وتحصلوا على خصائص ممتدة وتسمعوا الصوت من جوال سامسونج هنا نعرف أن الشاشة هذه فيها كمية تخصيص جداً عالية مزايا كثيرة بدمجة فيها تدعم هذه المزايا وتتطور بشكل مستمر سامسونج هي أحد الشركات الرائدة في مجال الشاشات وقاعدة تعطي خيارات جداً كثيرة ولكن دائماً أقول قيموا احتياجاتكم شوفوا الأشياء الأفضل لكم وعرفوا أن لو تبغوا تختاروا شاشة أفضل لغرفتكم استخدموا المعادلة التالية كم بعدكم من نفس الشاشة والمكان الكنبة؟ وهنا تعرف من هذه الصورة قيموا بالضبط بالضبط ومش حجم الشاشة الأنسب لكم شراء شاشة صغيرة قد لا يعطي تجربة الترفيه الرائقة وشراء شاشة ضخمة كبيرة على عكس حاجة الغرفة قد تعطي تجربة مو حلوة كل شيء يتحركوا رأسكم لكي نرى الشاشة والصورة تجربة الشاشة كانت رائقة بالنسبة لنا ودائماً نستخدم الغرفة الظلمة الموجودة في تيك بيلز التي هي جنب الكهف وأكيد ربط أجهزة سامسونج مثل الساوند بار صارت تسهل في أي وقت مع خاصية سمارت تينجز الموجودة في الشاشة التي تجمع لكم كل الأجهزة في مكان واحد مع القدرة على التحكم فيها وأيضاً معرفة مكانها داخل البيت من خلال خليطة مبسطة توفرها نفس خاصية السمارت تينجز فتخيلوا كل منظومة سامسونج الداعمة لهذه التقنية تكون موجودة في مكان واحد مثل لوحة التحكم الكبير بعدما تعرفنا على الشاشة، دعونا نتعرف على المسرح المنزلي الـ HWQ930C يأتي بأربع قطع أساسية ساوند بار يأتي بتصميم سوداسي مستطيل مصنوع من المعدن وفيه تسع سبيكرات مدمجة من الأعلى يأتي بأربع أزرار في زر التحكم بطريقة الربط وزر التحكم في المايكروفون وزر رفع الصوت وآخر عشان تخفض الصوت من خلاله في شاشة صغيرة العرض المعلومات وأيضاً السبووفر يأتي بشكل مستطيل من المعدن يساعد على أثراء صوتيات الجهير البيس يعني يكون صح موزعات الصوت العلوية من الخلف التي ستعطيكم تجربة مختلفة بسبب الصوت الذي يرتقي من الخلف ويحيط بكل زوايا الغرفة وأخيراً جهاز التحكم بالمسرح المنزلي نفسه أعطيكم مواصفات المسرح بشكل كامل لأنه يأتي كمجموعة واحدة وتشتروها كلها مع بعض يدعم تقنية الدوبي آتموس وبالتالي عندما ترون هذا الشعار على المحتوى من منصات العرض أو حتى على الدسكات تعرفوا أن الصوت المحيطي بيكون جداً ثري ويكون مدعوم عندكم من هذا المسرح المنزلي أيضاً صوت واقعي بمنظومة قنوات 9.1.4 النظام الكيو سيمفيني والذي تكلمت عليه على الشاشة تجعل تزامن ما بين الشاشة والساند بار شيء جداً ممتاز يعملوا كلهم بسماعاتهم لكي يعطيكم إثراء عالي في الصوت أيضاً هناك دعم لتقنية اسمها Space Fit Sound Pro وهذه تجعل معايرة الصوت تتم بحسب مساحة الغرفة وزواياها وابعادها أيضاً دعم لخاصية التاب ساوند يعني الصوت الجوال على السماعات كأنها نظام لمس سريع لإرسال الصوت تدعم أكيد جوالات سامسونج أيضاً لديكم شيء اسمه الصوت التكييفي صوت محسن لتناسب مع كل مشهد في الأفلام والأخبار والرياضة تعرفوا كل نوع من أنواع المحتوى له نمط مختلف وهذا التكييفي يعطيكم حس صحيح بل أيضاً نمط اسمه Game Mode Pro هذا يعطي شعور يجعلكم تشعروا أنكم جزء من الألعاب بسبب مكبرات الصوت ومضخم الصوت النشط الذي هو بتقنية AVA يجعلكم تسمعه بدون تشتت حتى لو حولكم ازعاج بحيث أن الصوت التوجيهي يكون حسن وأيضاً الساوند بار يدعم أنواع إرسال المحتوى مثل Chromecast والأبل AirPlay يعني جوالات الأندرويد ترسلوا منها صوت عن طريق هذه التقنية وأيضاً جوالات الآيفون والآيباد والجهزة الماك تقدر ترسل الصوت على نفس الساوند بار بخاصية الأير بلاي يدعم المساعد الشخصي سواء الأليكسا أو جوجل الساوند بار الأساسي يأتي وراء مجموعة من المنافذ مثل HDMI والأبتوكال إن والHDMI بتقنية E-Arc وأيضاً يوجد منفذ USB للصيانة، ليس لديكم إحتياج له هناك دعم للبلوتوث والواي فاي ويمديكم توصلوا الساوند بار بالتلفزيون لاسلكياً ولو سويتوا لاسلكياً، دولبي آتمس سيشتغل يوم نتحدث عن السعر فتقريباً 5,399 ريال وتأتي عليه عروض وخصومات خاصة سأضعها في وصف الحلقة إن توفرت ولا ننسى أن الإيجابيات دعم دولبي آتمس سواء سلكياً أو لاسلكياً وأنه فيه جهير وفيه أداء كويس وأكيد الجهاز يحتاج أنكم تضبطوا لإعدادات وأكيد الإعدادات هذه ستأخذ من وقتكم ولكن احرصوا أنكم تتمموها بطريقة صحيحة فالإعدادات هذه يوم تسووها ستأخذ وقت ولكن النتيجة دائماً رائعة وكذا تعرفنا على شاشة ساوند بارو شاشة يشتغلوا مع بعض ويشتغلوا على حدة وهنا أقدر أقول لكم دائماً قيموا احتياجاتكم وأضع لكم مجموعة من الروابط في وصف الحلقة ونهاية الفيديو وكل فيديو سبحانك الله وبحمدك أشهد لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك